يوما بعد آخر يزداد المشهد السياسي في العراق تعقيدا وخاصة بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته من منصب رئيس الحكومة وسيل بيانات قوى وشخصيات سياسية بارزة خلال الساعات الماضية التي أعلنت نائها أو هكذا دعت عن الترشح أو ترشيح أي شخصية للحكومة الجديدة وزادت طينبلة زيارة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مهندس النفوذ الإيراني في العراق إلى بغدل ولقاؤه بعددا من قادة الكتل والأحزاب السياسية أبرزهم رئيس اتلاف دولة القانون نور الملكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي خلال الساعات الماضية راجت أسماء بعض المرشحين لخلافة عبد المهدي لكن بعض المحللين والمراقبين لما يجري في العراق رأوا أن رئيس الحكومة الجديدة يجب أن يكون مقبولا من المرجعية التابعة لإيران أولا ومقبولا شعبيا ومستقلا وغير متحزب ومنسجما مع القوات الأمنية وميليشيا الحشد ولا يملك غير الجنسية العراقية وأن يلزم نفسه ببرنامج إصلاحي بسقف زمني محدد ومن غير القيادات السياسية الحالية والسابقة وهذه المواصفات لا يكاد يجتمع حتى ربعها في أي مرشح من الذين جرى تداول أسمائهم كذلك يرى بعض المراقبين أنه حتى الساعة لم يطرح أي اسم في مشاورات جادة للقوى السياسية وكل الأسماء التي طرحت في الإعلام هي لغايات معينة إما لحرقها أو لجس نبض الكتل الأخرى والأهم لقراءة ردة فعل الجماهير المنتفضة ومع تصاعد التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام يجب على رئيس الحكومة الجديد الاستفافة مع المتظاهرين وإحالة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري ووزير الدفاع نجاح الشمري وكل القيادات العسكرية التي تورطت بقتل وقمع المتظاهرين إلى القضاء وإعداد برنامج يهيئ لانتخابات مبكرة نزيهة عبر إشراف أممي وتقويض النفوذ الخارجي وتحديدا الإيراني وبخلاف ذلك سترتفع وطيرة التظاهرات وتبعاتها كل هذه المعطيات ما زالت محل نقاش بين الكتل السياسية خصوصا أن أغلب القوى السياسية في مأزق حاليا فهي لا تصدق أن الحراك الشعبي أصبحت له إيرادة وقسم من هذه القوى السياسية لا يريد الخضوع لمثل هذه الإيرادة بينما يحاول قسم آخر التناغم مع هذه الإيرادة وقلة قليلة تبنت وجهة نظر المنتفضين الذين أكدوا مرارا أنهم لن يقبلوا بغير التغيير الشامل وإزحة كل المشاركين في العملية السياسية منذ الاحتلال ومحاسبة الفاسد